أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواة غير ذي جرعا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي واب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء لا تحسب أن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فيكم بارك الله وقد نشيت ولا لا لا قضيت قضيت فلا تحسبن الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز إن الله عزيز ذو انتقام